نبدأ من نهارنا المنديالي بقى من عند منتخب الارجنتين وفوزه المهم جدا جدا على المكسيك بدافين دون رد في الجولة التانية من المجموعة التالتة من كاس العالم عشان تحافظ على امالها في الصعود للدور التاني وبقى زي ما بيقولوا كده فرصتها في ايديها تقدر هي اللي تصعد كأول مجموعة لو النتائج ساعدتها وكسبت المباراة اللي جاية انتظرت جماهير الارجنتين اللي احتشدت سواء في ملعب لوسيل او في كل حتة في العالم كله حتى الدقيقة 64 لغاية مأسطورة الكرة الارجنتينية ميسي قدر انه يسجل هدف التقدم للفريق خصوصا انه الارجنتين ما كانتش في افضل مستوياتها بالامس وكان واضح جدا تأثرهم بالخسارة المفاجأة امام السعودية ولكن ميسي سجل هدف من تزديدة قوية جدا خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أوتشوا عشان يقدروا يفكوا كده لغز هذه المباراة في الدقيقة الاخيرة وكمان في نهاية المباراة سجل الصاعد انزو فرناندز الهدف التاني في الدقيقة 87 عشان تفوز الارجنتين في المباراة وبتنتظر طبعا موقع حاسمة في الجولة التالتة والاخيرة امام بولندا عشان التأهل للدور التاني يمكن كمان الارجنتين هدفها التأهل كأول مجموعة عشان ما تلعبش فرنسا في دور الستاشر في سيناريو مكرر زي النسخة اللي فاتت من المنديال نسخة 2018 اشتركوا في القناة